الكنيسة المصرية صاحبة التاريخ العريق احتفلت بأداس عيد القيامة كل سنة وكل إخواتنا الأقباط بخير وصحة وسعادة فخلونا نتعرف أكتر عن أجواء الاحتفالية من القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوزوكسية اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف صباح الخير عليك وكل سنة وانت طيب وكل الأخوة الأقباط بألف خير وحضرتك طيبة وكل المصريين بخير احنا في أيام مباركة أيام مفرحة كلنا طبعا في فترة أعياد سواء المسيحيين النهاردة أو المسلمين عقب يعني خلال أيام يعني كل سنة وحضرتك طيب يا رب وكل أخواتنا المسيحيين بألف صحة وسلامة وعيد سعيد على الكل بقى بس احنا منحتفل دلوقتي يعني بعيد يمكن سبق أسبوع الألام وسبط النور ايه الرسالة اللي حاك ممكن تقولها في هذه الاحتفالات للمصريين ككل بقى يعني أقول بمناسبة انتهاء أسبوع الألام ومجيء عيد القيامة اللي بيمثل يعني انتصار روحي واكتياز فترة من الضغوطات والألام إلى نصرة القيامة أقول أنه يمكن ده نموذج لحياة الإنسان أنه بعد بكل ألام وأتعاب ويأتي أو تأتي الانفراجة ويصل الإنسان إلى أهدافه ويكتاز العقبات إلى مناطق الرحة يا رب ليه حضرتك أعلنت اقتصار تلقي التهاني والمباركات على مساء السبت يعني هو الحقيقة ده وضع استثنائي بسبب طبعا ظروف شهر رمضان المبارك احنا يعني تقديرا لظروف الصوم صوم شهر رمضان كنا يعني حارسين على أن احنا يعني ما نتعبش اخواتنا وييجوا هم صايمين وكده ويقدموا التهنئة يعني كان الأنسب أن تبقى التهنئة في القدس مساء يعني وقته أكثر مناسبة نعم طيب عوزين نتكلم بقى على رسالة البابا طوضروف الثاني بابا الإسكندرية وبترايرك القرازة المنقصية لأقباط المهجر يعني الحقيقة هو قدس البابا كان حريص هذا العام أنه تكون الرسالة سواء في رسالة أقباط الرسالة الباباوية لأقباط المهجر أو حتى في عزة الأمس أنه يتكلم عن النظرة الإيجابية للحياة أنا يمكن كنت بقول أنه القيامة بتمثل فكرة اجتياز الألام إلى النصرة صحيح قدس البابا كان حريص على أنه يؤكد على فكرة النظرة الإيجابية لأنه في مواقف كثيرة يعني تكون هناك نظرة إيجابية وفي نفس الوقت يكون آخرون ينظرون نظرة سلبية في نفس اللحظة ولنفس الشيء يعني أجواء جميلة بنعيشها حابين نعرف من حضرتك بقى كده يعني أجواء الأداس وحالة المحبة اللي احنا شفناها ويمكننا عايزين نعرف كمان أبرز المهنئين بالعيد يعني هو الحقيقة الأجواء زي ما حضرتك أشارتي كانت أجواء مليئة بمشاعر الود والمحبة وشهدت الكاثدرائية تواجد أعداد كبيرة جدا من المهنئين ربما أكثر من سنوات سابقة يعني كثيرون جاءوا لتقديم التهنئة بكل المحبة والولد أبرز المهنئين بالطبع كان على رأس المهنئين سخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي أناب عنه كبير أمنات رئيسة الجمهورين وأيضا كل رجال الدولة وممثلي كل الهيئات والمؤسسات في مصر الأحزاب والنقابات وأيضا كان ضمن المهنئين العديد من الوزراء أيضا فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة المفتي أرسلوا مندوبين وهكذا يعني سفراء الدول وجماعات المصرية وهكذا يعني لو هنتكلم على أبرز المهنئين أعتقد في مصر تحديدا الحالة بتكون فريدة ويمكن ملهاش مثيل أعتقد في دولة تانية وهنفتح القوس ومش هنقفله لأن إحنا بنتشارك في هذا الوطن كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسلامة وعيد سعيد يا رب على الجميع بنشكر حقيقة لكم موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية